ما هو الأشي المنحتاجه بعدها؟ بدنا نعمل نريد ننشأ أو تنسل للفيرست برويجكت طبعاً هناك شيء يسمى Spring Initializer Spring Initializer هو المسؤول عن إنشاء برويجكت الخاص في Spring Boot تمام؟ هذا هو الأشياء التي أريد الأشياء التي أريد أريد أول شيء يجب أن نفهم الأمور الموجودة أول شيء يسألني ما هو الـ Build Management Tools التي أريد أن تذكرين Gridl أو Maven فأنا نريد أن نقوم برويجكت ليس Gridl تمام؟ ثاني شيء يسأل لك ما هي اللغة التي تريد أن تستعملها؟ اللغة التي نريد أن نستعملها ليس كوتلين أو كوتلين حسنا نريد أن نقوم برويجكت ماذا هو؟ دعنا نستعمل هذا Spring Boot تمام؟ لأنه Spring Boot 3 هو شيء جديد فممكن يحدث في بعض الـ Conflict فأنا نريد أن نسبب هذا لماذا أنا جربته على برويجكت قبل ذلك فصارت معنا مشاكل فيه طيب دعنا نصل إلى الـ Group الـ Project Mita Data Mita Data يعني أنه البيانات الوصفية يعني لـ Project فالـ Group يقول لك ماذا هو الـ Group؟ ترى الـ Group يبدأ بـ Com Com إختصار لـ Company تمام؟ فبعد ذلك الـ Project عندما تعمله هذه الـ Company فعلى سبيل المثال نعمل الـ Project وهو الـ Hospital فإحنا نكتب له Host تمام؟ Hospital اسم المشروع ككل لكن الـ Hospital انتوا شوف الـ Hospital ممكن يكون فيه أكثر من سب برويجكت زي ما حكينا في الـ Introduction to Micro Services مش حكينا أنه في عنا أكثر من برويجكت ممكن يكون في الـ Spring في الـ في البروجيكت التبعي يعني إحنا نشتري Micro Services رح نقسم البروجيكت تبعنا فمن الـ Hospital ممكن إحنا نشتغل الـ Clinic على سبيل المثال أو الـ Patient صح؟ فإحنا نكتب له الـ Patient الـ Patient هو البروجيكت اللي أنا بدي أشتغل عليه من البروجيكت الكبير الـ Hospital تمام؟ يعني لو أنا فهمتك Spring Boot نحن فهمنا ونحن فهمنا ونحن فهمنا أنه في عندي Spring لو إحنا نشتر المشروع لـ Spring Boot ممكن نحكي له Spring وهنا ممكن نحكي له Spring Boot صح؟ لازم تكون هيك طبعا Spring Boot صحيح؟ لكن إحنا خلينا على مثال الـ Hospital اللي أخذناها من شوي خلينا هنا على مثال الـ Hospital طيب أنا بيحكي لك شو الـ Description طبعه؟ أنا دكت تحط كاش انت حر فاخلي زي ما هو وما بتفرق معنا فشوف الـ Backage Name كامل كيف صار فأنت كل شغلك راح يكون تحت الـ Backage Name هذا أنا بيسألك بيحكي لك شو الـ Backage بالنسبة للـ Backage في عندنا War وفي عندنا جار هذا الموضوع طويل شوي لكن خلينا نختار جار حاليا تمام؟ تمام وهنا الـ Virgin خلينا نختار 8 لأننا نحن نشطل على Virgin 8 نأتي إلى الـ Dependencies الـ Dependencies بيحكي لك شو هي الـ Dependencies أو شو هي الـ Laboraries اللي أنت تستعملها مع الـ Project بيحكي لك نستعمل الـ Dependencies وهنا نختار الـ Project اللي نحن بدنا إياها ونشتغل عليها حاليا أنا بدي وبيدي Spring Boot Dev Tools لكن بس نختار Spring Boot Dev Tools طبعا Spring Boot Dev Tools هي Tools من Spring Boot بوفر لي عشان أعمل Live Reload زي ما انتم شايفينها مكتوب Live Reload المعنى فيها أني ما أقعد أعمل ريستارت للـ Java Project كل ما بدي أغير إشي بالـ Project فمرة واحدة خلاص بس أعملها يعني لما أغير بالكود هو لحاله بتغير بدون ما أعمل ريستارت للكود فبختار ونشتغل ليش أنا ما أخترتش لمبو كان عشان أوريك كيف بدي إحنا نشتغل عليها يعني كيف إحنا نعملها مانيول وعشان نعرف الفرق بين الميفن والفرق بين إني أعمال داونلود للبريج للبريج مانيول تمام أنا بعمل جنيرات للبريج طبعا خلينا نضيف كمان ويب Spring Boot لازم نضيفها تمام فمنضيف Spring Boot Web ومنضيفго Spring Boot Tools تمام نعمل generate فأنا رحيعملي generate ورحيعملي داونلود للبروجيك يتابعي تمام نعمل شو بنعمله بنعمله واقع�� فيصار عندي اللرجيك الخاص في البريج طيب إحنا هنا عشان يعني نفهم الموضوع أكثر أكثر ومن محطوط في الوحيد فوف أخليه في الوحيد يعني ما سأعثر المكان الطبعه لكن دعينا نأخذ الوحيد الوحيد تمام؟ الباب Grant ونأخذه Open أجل ما يمكننا نعمله نعمله Open Open Project فبختار الموحيد الذي أعمل عليه Open فبختار ما купل وأخذ الوحيد الذي وجدت له على اقصاله وعمل الإكتراك فبختار أنا سأخبر يعني أنا بسألك هلأ أنت واثق في الوحيد أو لا؟ فأنا مواضح في فضل البرجيكت فمعمل له Open هاي فتح معي طبعا هذا الانتلي جاي فتح معناه وهنا بلش يعمل Sync إذا انت بتشوف انا قاعد بعمل داونلود الميفن طب شو قسط الداونلود للميفن هسا راح نشوف لكن خليني احكي لك على الستايل تبع الانتلي جاي اول فممكن احنا نروح على Setting وممكن نروح على Setting هام وممكن نروح على Appearance وممكن نروح على Dracula انه يصير عندي لون اسود فبصراحة اللون كثير حلو لكن الابيض في تسجيل الفيديوهات هو اوضح فخليني على الابيض خليني نعمل اوكي تمام فانت بتشوف هنا باللوك قاعد بطلع لك ايش انه قاعد بعمل داونلود من الميفن تمام اوكي